قضية إثيوبيا وما يحدث فيها بدأت فعليا قضية تدفق اللاجئين إلى داخل السودان هناك أيضا انفجار في أديس أبابا لم تعرف تفاصيله بشكل واضح بعد الرفض للوساطة السودانية نلاقي أن أبي أحمد بيرس المندوب للبرهان يتدارس معه أيضا تعليق سريع نحن كنا نتناقشنا في هذا الأمر في حلقة سابقة لكن تعليق سريع باعتباره حدث أبرز من أحداث الأسبوع طبعا لأن المسألة تداعيات متوقعة للحرب التي بدأت في إثيوبيا جبهة التقريج جبهة ليست سهلة وعندها سلاح وعندها ذخيرة جبهة كانت حاكمة لعقود وهددت من زمان أصلا مش من الآن بدليل أنها قامت انتخابات دون موافقة الحكومة في تحدي واضح جدا لقرار الدولة بالتالي يتكرر الدعوة للحكومة أن تتفاعل مع هذا الملف وتجد حلول بالضبط كده وستتفاعل الحكومة مضطرة الحكومة لأنه ما في حرب زيدة ستستمر فالحكومة ستضطر لأنه بتكلم الحكومة السودانية الحكومة السودانية لابد لها أن تتدخل وإلا الأمر سيستمر الآن بدأوا حتى عسكريين بالمناسبة يهربوا من الحدود يدخلوا إلى الحدود السودانية بسلاحهم نفس الكلام الذي قلناه وكثيرين جدا جدا من أصحاب الغرض السيء سيستغلوا هذا الأمر سيستغلوا تدفق الناس وأمور كثيرة جدا ستحدث وقضايا أمنية ضخمة ستحدث